على هامش الزيارة وفي إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للإطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الأمنة بشمال سيناء تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها كما التقى الفريق أسامى عسكر برئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الآباء والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات هذا الوطن في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الآداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش واطمأن على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء كما التقى بعناصر قطع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن كما نقل الفريق أسام عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن